ولكن ياسر بقى إبراهيم محتاجين كمان نقف عند أرقامه لأن الأرقام تبين مقارنة بعدد الدهاء ياسر إبراهيم عمل إيه؟ ياسر إبراهيم لعب 59 دقيقة تمريرات صحيحة 14 من 17 بدقة تمرير 82% استقلص الكرة خمس مرات وده رقم بالنسبة لي عالي جدا لما تعرف أن أكبر عدد كان سبعة وهو لعب 59 دقيقة فده عدد كبير جدا 8 بالضبط التحمات هوائية صحيحة ده رقم لازم تقف عنده ولازم كمان تفكر أن ياسر إبراهيم في كل الأحوال حتى لو نزل لأي سبب ورجع لك المدافعين كنت لازم تفكر فيه في ماتش الصنغال التاني لأن أربع التحمات هوائية من أربعة بيفوز بها إجمال التحمات صحيحة سواء هوائية أو أرضية المنافسات الصنائية 8 من 10 كمان على مستوى اللقطات ياسر إبراهيم الكرة مش بمجرد أرقام لازم تشوف توقية التايمينج والتدخلات عندنا ياسر إبراهيم لقطات كتير جدا ممكن نشوف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضع الشوت الأول لو نستعرض الصور جاهزة معنا نقدر نشوف على الشاشة اللقطات بنشوف ياسر إبراهيم التايمينج في التدخل والزكاء في التدخل وكل ده جماعة فكرة أنت بتنزل إمتى توجيه الكرة أنا بكلمكم عن مدافع أساسي في منتخب مالي في مباراة صعبة زي تونس كان الفرق دي لقطة أخرى أسامة تاكلينج والتدخل لكن أنا عايزة أتكلم عن فكرة سرعة القرار في اللقطات دي ياسر إبراهيم ما بيستناش فكرة أنه ألعب على تسلل لا ده ممكن يكون متسلل اللقطة الأولى كان واخد القرار أنا أطلع الكرة بعد كده نتعامل مع التحكيم يكون الكرة تسلل أو مش تسلل وده طبعا كان بالنسبة لي هدف مؤكد ولكن التحامات أرضية لياسر إبراهيم مع التحامات هوائية كانت في توقيت مميز جدا ياسر قدم مباراة كبيرة ده طبعا اللقطة يعني فرصة محققة في الصورة اللي هي في ديئة 49 اللي ياسر نزل الكرة فيها بعد ما شلناه صدها لو نقدر نستعرضها لأن اللعبة دي برضو لا لعبة تانية برضو دي من أحد لقطات لا دي فتح فيها يعني يعني الحط بشكل جميل يعني قوي جدا وقدر أنه يعني يقطع الكرة ويسلمها لعمر جابر وقتها فكان واضح أنه مركز بشكل كبير جدا في مباراة عشان كده أقول ياسر من اللاعبين اللي بيكون مجهز نفسه بشكل كبير جدا للدفع به في أي وقت من وقت المباراة وطبعا كان للأمانة يعني عندنا الوينش مقدم مستويات متميزة الفترة الأخيرة أيضا وقدم أرقام مهمة جدا وأكيد غيابه يعني هنفتقده بشكل كبير في مباراة تستغل لكن إن شاء الله قادرين الموجودين يعوضوا غيابه لكن الانذار كان انذار مجاني هو الحقيقة القرى ما كانتش فعلا فاول والوينش لعب على القرى والانذار اتخذ على فكرة النرفازة والعصبية وأنا كنت بكلم حمدي فتحي الإسبوع اللي فات في القصة دي فبكلم لعيبي منتخب مصر يا جماعة بكلم كل لعيبي منتخب مصر اللي بيشاركوا أمام تحكيم أفريقي أرجوكم ما تاخدوش انذارات مجانية يعني شايفين مستوى التحكيم الأفريقي عامل إزاي فكمان إن أنا أفتقدك في مباراة حاسمة زي دي أعتقد الأمر كان صعب جدا أديني إحصيات الوينش 97 دقيقة الوينش تمريرات صحيحة 27 تمريرات صحيحة من 34 دكت تمريرات 79 استخلاص الكرة الثمانية أول أعلى مع حمدي فتحي التحامات هوائية 5 من 6 إجمالي للتحامات الصحيحة 9 من 12 الوينش لعب مميز وأنا عايز أقول حاجة الوينش من لعبين اللي أنا على المستوى الشخصي بحبهم جدا بعيدا عن فنيا أنا بحب في الوينش شخصيته هادئ مفيش كلام كتير ولعب قليل الصخب حواليه أتحدى أن أنت ممكن في مرة تكون اتكلمت على الوينش بشكل سلبي أو في صراع أو في تصريح أو في حاجة الوينش مركز في الكرة بس وعشان كده هم اللاعبين اللي يستحقوا أيضا الإشادة زي كتير جدا من لعبي منتخب مصر اللي نتمنى إن شاء الله بإذن الله قدموا مباراة مهمة جدا وقوية جدا في دكار وإبداع بعض اللاعبين لم ينتهي معانا لعب مهم جدا بعد الفاصل لازم نقف عند إبداعه نتلاعي فاصل ونرغاني كلمكم أني لارده